الله معكم أحبائي آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى مساء الأول من مارس لدينا تطورات همة معركة برية معركة بين الطائرات الأوكرانية والدفاع الجو الروسي تابعوا الفيديو حتى النهاية كي تعرفوا ما الذي حصل ولا تنسوا الانضمام إلى القناة سنبدأ مباشرة من الضربات الروسية التي طالت كوستانتينيفكا تحديدا هذه المنطقة وهذه المدينة الواقعة الغربي مدينة باخمود حيث تحاول القوات الروسية دوما استهداف المواقع الأوكرانية تجمعات الجنود هذه الضربات طالت أربعة أهداف تحديدا نبدأ مع الضربة الأولى باتجاه العيادة الخارجية رقم 2 حيث تم استهداف هذه العيادة إضافة إلى الروضة رقم 15 هذه هي العيادة هنا وهذه هي الروضة رقم 15 تم استهدافها من قبل القوات الروسية كانت النتيجة عشرة قتلة من الجنود الأوكران وإصابة نحو 20 جنديا آخرين الأمر الإضافي الآخر وقعت ضربة إضافية باتجاه مبنى الشرطة وتحديدا مبنى أمن الدولة للقوات الأوكرانية تطالت ضربات الروسية هذا الموقع الضربة الرابعة كانت باتجاه ميجا تيكس حيث تم نشر يمكن قول مجمعات الحرب الإلكترونية للقوات الأوكرانية طبعا تحاول القوات الأوكرانية العمل على مدينة كونستانتينيفكا بشكل هام بشكل كبير في مسعى لتحصينها في حال أرادت القوات الروسية التقدم أما الحرب الإلكترونية فهي التي يتم وضعها هنا للتشويش على الطائرات بدون طيار وغيرها من الأسلحة التي تستخدمها القوات الروسية في مقاركها في هذا الاتجاه من باخمود إذن أحبائي ضربات روسية هامة في هذا الاتجاه أما فيما يتعلق بالضربات الأوكرانية باتجاه شبه جزيرة القرم فطبعا انطلق الطائرات من طراز سخوي ومن طراز ميجا 29 نحن نتحدث عن سخوي 24 ستة مقاتلات من سخوي 24 وثلاثة من طراز ميجا 29 من قواعد ومن مطارات كانتوفو وميروغراد ستارو كوستانتينوف ومارتينوفيث طبعا انطلقت وتوجعت باتجاه المنطقة هنا كانت تحاول استهداف ربما خيرسون ربما قرم طبعا قامت بتنفيذ موجة أولى من عمليات الإطلاق الصواريخ من نوع ADM 160 طبعا كان الهدف هذه القنابة تستخدم تشويش أنظمة الدفاع الجوي ولكن استطاعت القوات الأوكرانية بالتزامن مع إطلاق هذا النوع من الصواريخ إطلاق صواريخ للانطراز ستورم شادو طبعا القوات الروسية الدفاع الجوي أسقط نحو 10 صواريخ وفي طريق العودة وإنهاء العملية الأوكرانية قامت القوات الروسية بالإعلان عن إسقاط طائرتين الأولى من طراز 129 وقعت أونجل كولب هبطت في هذه المنطقة هبوط الطراري كانت تحاول العودة إلى مطار في كريفوري روغ هبطت في هذه الأراضي هنا هبوط الطراري وطبعا الطائرة الثانية هي من طراز سخوي 24 أيضا يقيل أنه تم إسقاطها في هذا الهدف تحديدا في هذه المنطقة إذن القوات الأوكرانية تحاول دوما بمساعدة الاستطلاع طائرات الناتو على أكمار الصناعية دوما استهداف مواقع القوات الروسية هذه هي المعركة الجوية أما لصعيد المعركة البرية فالقوات الأوكرانية حاولت أيضا شن هجمات إضافية مستعينة باللواء 61 هذا اللواء كان يتواجد في اتجاه منطقة خاركيف في اتجاه كوبيانسك استقدمته القوات الأوكرانية مجموعة منه وشنت هجمات كبيرة باتجاه مناطق تقدم القوات الروسية في اتجاه بيرديتشي وطبعا باتجاه محيط سامينيفكا وأورريفكا وطبعا باتجاه تونينكي استطاعت القوات الأوكرانية نتيجة عمليات الضغط في هذه المنطقة هل تذكرون كنت طبق وعرض صباحا أن القوات الروسية تقوم بتغطير هذه المنطقة بطلت هذه المنطقة قول أقرب إلى السيطرة الأوكرانية أو منطقة رمادية إن أمكنت تحديد أكثر شنت هجمات طبعا هجمات كانت كبيرة القوات الروسية قامت إفشال هذه الهجمات في بيانها صرحت أنها قضت عن نحو 490 جنديا أوكرانيا طبعا يمتدون من جبهة بيرديتشي وصولا إلى بيرفومايسكي ونيفرسكوي في هذه المنطقة ضغط كبير أيضا شنته الهجمات أو يمكن قول القوات الأوكرانية في الترجاهي تونينكي أيضا هنا تم إزالة منطقة تطهيرة تقوم بها القوات الروسية قوات ملوى 53 واليو 61 شنت هذه الهجمات ولكن القوات الروسية استطاعت التقدم في هذه المنطقة كما تشاهدون باللون الزهري طبعا منطقة تمتد على انتداد 2 كيلومات وبعرض 1.4 كيلومات إذن القوات الروسية تواصل عملياتها العسكرية تنجح في توسيع سيطراتها وتحاول الضغط ولكن كان اللافت الهام اليوم هو محاولات للكوات الروسية التقدم عبر هذه المنطقة عند تقاطع السكك الحديدية هنا طبعا هذه المنطقة قد سبق وجرت الغيمها من قبل القوات الأوكرانية وبالتالي العمل بها ليس أمرا سهلا قد يكون خدعة بالنسبة للقوات الروسية قد تكون الطريق الوحيد لا أحد يعلم كما تلاحظون الدفاعات الأوكرانية بالخطوط الزرقاء وبالتالي تسعى القوات الروسية للعبور بينها وربما الوصول إلى أشارتيني ولكن ننتظر ما الذي سيحصل فعلا هل هذه الطريق الوحيدة أم هناك طرب أخرى إضافية تمكن القوات الروسية من الاختراك أو قد تكون حتى معركة أشارتيني عملية إلهاء عن هدف الحقيقي فكما تعلمون الحرب هي خضعة الحرب عبارة عن مفاجآت وبالتالي حين نقول مفاجآت فإن أقل الاحتمال وارد يحاولون العمل عليه وإنجاحه فهنا الطرف الآخر لا يتوقع ذلك أما فيما يتعلق باتجاه المعارك باتجاه نوفمي خليفك فالقوات الروسية تواصل عملياتها العسكرية في الأجزاء الجنوبية تواصل عمليات التقدم بتحاول توسيع سيطرتها سبق ورطة على قناة التليجرام القوات الروسية تقوم برفع العنام الروسية في هذه المنطقة معارك عنيفة في هذه المنطقة بين القوات الروسية والقوات الأوكرانية لأكثر من أسبوعين تحاول القوات الروسية التقدم ولكن كما ذكرت في الفيديو الصباحي وهنا أتمنى من حضرتكم دوما مشاهدة جميع الفيديوهات وبشكل كامل الكثيرون يسألون عن أسئلة أجرباتهم موجودة في الفيديوهات ولكن لأنهم لا يتابعون الفيديو بشكل كامل فهم لا يعلمون هذه المعلومات ضغط كبير متواصل من قبل القوات الروسية القوات الأوكرانية استقدمت تعزيزيات إلى هذه المنطقة وتحاول شنه هجمات مضادة إلا أن القوات الروسية تقوم بإحراز نتائج جيدة في هذه الجبعة أما فيما يتعلق باتجاه محيط مارينكا فالقوات الروسية تواصل العمل تواصل الضغط باتجاه هيوريفكا تحاول الضغط والوصول إلى هذه البلدة والسيطرة عليها طبعا هي على مشارف هذه البلدة كما تشاهدون سيطرت على منازل عديدة في الأجزاء الجنوبية هنا إضافة إلى ذلك تحاول تقدم في الأجزاء الشمالية إذن القوات الروسية أيضا تواصل عملياتها العسكرية في اتجاه باخموت كان هناك ضربات لافتة للقوات الروسية باتجاه شازيذيار كانت تحاول استهداف أبراج المراقبة التي تعتمدها القوات الأوكرانية في هذه المنطقة لرد التحركات الروسية طبعا هذا هو البرج هنا موجود هنا في هذه المنطقة وضربات أخرى باتجاه مواقع القوات الأوكرانية التي تحاول إطلاق قضائف باتجاه مواقع القوات الروسية الموجودة في هذه المنطقة استهدفت القوات الروسية هذا الموقع هنا إذن أحبEC المعارك مستمر بين القوات الروسية والاوكرانية تسعى القوات الروسية للضغط بشكل كامل وعنيف في هذه المنطقة ولكن هنا نقطة هامة القوات الروسية يمكن أن نقول أنها أوقفت نوعا ما هجماتها للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام في محاولة أوقفتها لمدة ساعات في محاولة لإجراء استطلاع وتغيير بعض الخطط وبعض الإجراءات لأن الأوكران أيضا يغيرون من إجراءاتهم وبالتالي يحاولون درس كلا الطرفين يحاولون درس الآخر ووضع خطة تتناسب وتتماشى مع ما يحصل في الميدان وبالتالي نحن ننتظر أمام ساعات مقبلة وأيام مقبلة ما الذي ستفعله القوات الروسية ما الذي سيفعله الأوكران كيف سيتحرك الطرفين تجاه بعض ما البعض أما فيما يتعلق في بيلوريفكا فكما ذكرت لكم صباحا القوات الروسية تقدمت في هذه المنطقة والقوات الأوكرانية تقدمت في هذه المنطقة أيضا تطور هام وخطير إضافي في الجبعة في اتجاه كوبيانسك قامت القوات الروسية بقصف الجسور في هذه المنطقة القريبة من كوبيانسك في الجزء الجنوبي تحاول القوات الروسية دوما قصف أي ممرات عائمة يتم وضعها من قبل القوات الأوكرانية للخفاظ على خطوط الإنداء ولتذكيركم قامت القوات الأوكرانية بإنشاء بعض الدفاعات في هذه المنطقة في محاولة لحمايتها فيما تستمر المعارك في الأجزاء الغربية من تبايفكا هذه المنطقة أصبحت رمادية بعد أن كانت تحت سيطرة القوات الروسية كانت على الشكل التالي ثم أصبحت منطقة رمادية تحاول القوات الأوكرانية تضغط بكامل طاقتها وثقلها في هذا المكان أحبائي كان هناك أيضا ضربات أوكرانية باتجاه منطقة بلغوراد في روسيا هذا كان كل شيء حتى ساعات المساء أي جديد سوافقكم به طبعا لا تنسوا الانضمام إلى القناة رجاء ولا تنسوا دعوة أصدقائكم شاركوا الفيديو قدر الإمكان دعوا عجابا دعوا تعليقا أسئلتكم آراءكم تعليقاتكم وأريد أن أشكركم على كامل محبتكم وثقتكم ودعمكم وإلى اللقاء بفيديو آخر